اشتركوا في القناة شيء عدم الكلام عنه عمل اثر سلبي جدا 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 على اولادنا وخاصة في تربيتهم وبقى الاهالي مش عارفين يبقى عندهم مصدر للقيم يتعاملوا فيه مع اولادكم فالمصدر ده مش هنكون المصدر ده مصدر القيم ده غير رسول الله بس احنا كتير من اولادنا بيشوفوا ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم مجرد شخصية تاريخية عظيمة يعني رجل عظيم وسعاد بيشوفوه على فكرة قائد لجيش قدر يهزم الناس فكتير منهم ما بيحسوش ان حضرة النبي عايش معاه وانه نبي اتى برسالة ومشي سعاد بيشوفوه كده فأولادنا بيفقدوا معنى السند المحمدي ويفقدوا معنى ان الرسول الله سند ويفقدوا أولادنا مصدر النور في حياته ومصدر القيم فلما نيجي نكلمهم عن منظومة القيم بنفضل نكلمهم عن القيم فمن يقدرش نكلمهم عن القيم باعتبارها عندها مصدر مقدس جاءها من عند الوحي من عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لان طول الوقت في التدين الكامل اللي حصل وعيشنا معاه ده كله الوقت اللي فات ده كله دايما كانوا بيتكلموا على حضرة النبي مش بيتكلموا على حضرة النبي نموذج الانسان الكامل اللي ممكن يعيش معنا في كل أحوان يعيش مع ابننا وهو في المدرسة يعيش معاه كمان ابننا وهو في الشارع يعيش معاه ابننا حتى لو في لحظات التنمر يعيش معه ابننا حتى في لحظات زعله من مامته لما بتكلمه وبيحس انه هي بتحاول بقدر الامكان انه يتمنعه من انه يعيش حياته بشكل معتدل الحقيقة احنا لم نستطع في الفترة الاخيرة في المائة السنة الاخيرة ان احنا نخلي اولادنا قريبين من حضرة النبي انا دي حقيقة انا لازم اكلمكم عنها واحنا بنتكلم عن حضرته ايه السبب في ده اللي انا قلت لحضرتكم الطريقة التي عرفنا اولادنا بيها مش هقولك بلاش تعبير لو سمعتم الطريقة التي قدمنا رسول الله مش اقتراح رسول الله حياة ما ينفعش وحنا نتكلم عن حضرت النبي يقول الطريقة التي قدمنا بها رسول الله لأولادنا لا رسول الله مش اقتراح رسول الله حياة وعشان إحنا ما قدرناش نقدم أولادنا لأولادنا رسول الله لأنه حياة أولادنا معرفوش ما قدرناش نربي أولادنا على حب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والحياة معاه إزاي بقى أن نربي أولادنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعايش معاه أول حاجة لازم نعرفه من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنتوا عارفين اللي أنا بقوله ده مش هتخلي ابني وهو مع أخوه المسيحي يجي يسألني هو أن ينفع ألعب معه ولا لأ لكن احنا ما ربناهوش على كده لما أقوله أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لكل العوان رحمة للمؤمنين ورحمة لكل المخلوقات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة لكل المخلوقات لما أقولهم قصة شق الصدر يعني وأقولهم أن رسول الله عليه وسلم أخرج حظه الشيطان من رحمته يعني إيه؟ يعني رسول الله كان رحمة للكل فلما شق صدره أخرج حظ الشيطان من رحمته لأنه كان ممكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وربنا أعانه على دعوة قرينه فأسلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يذهب برحمته وربنا قضى بأن إبليس رجيم مطرود من رحمة لما علم أولادي أن حضرة النبي رحيم بكل العوالم وأن كل العوالم بتدوب حب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن كل عالم جاء منه رسول لحضرة النبي عشان يبير له حبه فجاء الجزة يحن لحضرة النبي وجاءت السماء والغمامة تسير فوق حضرة النبي عشان تظلله والحصى من الجماعة وجبل أحد والشدر يلقي السلام على رسول الله عليه وسلم وأحد جبله يحبنا وأنه يحبه والضب والظبي وكل ده فلما ابننا يفهم أنه بيتعامل مع حد كل حاجة بتحبه مش مقولة أبدا حد هيوصله أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان قاسي ولا كان بيحاول يسفك الدماء مش هيصدق ده وهيبقى عنده سند حتى لو زعل من بابا ومامته عنده حضرة النبي سند ليه لازم نربيهم على حقيقة الصلة بينه وبين حضرة النبي نربيهم على أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفه وبيحبه أكتر من نفسه وأكتر من أبوه أمه ما تخافوش أن أولادكم يحسوا أن في حد بيحبهم أكتر منكم عارفين لما بتخلوا أولادكم ملككم أولادكم ساعة ما بيزعلوا منكم بيحسوا أنهم ضيعين لكن لما يسمع قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيفهم أن حضرة النبي بيحبه أكتر منكم أنتم الاثنين وأكتر من نفسه يبقى لوحد فينا ممكن يخفل بس حضرة النبي كمان ما يخفلش عنه لما ابننا يعرف أن حضرة النبي ما بيخفلش عنه فيفعرف أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أعمالكم معروضة عليها فما وجدت فيها من خير حمدت الله وما وجدت فيها من غير ذلك استغفرت الله لما يعرف أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنا آسف يعني بيعمل إيه بيزيل كل المساوي عشان هو يعيش بالبركة وبالنعمة ويعيش في حب الله ويعرف أن من محبته دينا صلى الله عليه وسلم أنه ادخل لأمته دعوة مستجابة يوم القيام فقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها ويريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة يعني بدل ما بنكلم الناس عن نكلم أولادنا الصغيرين عن أهوال يوم القيامة نكلمهم عن شفاعة رسول الله يوم القيامة عن الدعوة المستجابة لحضرة النبي يوم القيامة تعالوا لربيهم أن حضرة النبي من زمان مشتاء إليهم ودلوقتي مشتاء إليهم وشوء واصل إليهم لما حضرت النبي قال اشتقتوا لإخواني فقالوا له الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني قوم أمانوا بي ولم يروني فالشوء ممكن بيكون مش ممكن يكون أنه عن حب ومعرفة ومودة ورؤية فكأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أنا أحبكم وأنا أعرفكم وأنا أراكم ودليل على ذلك أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رأيها أنه حضرة صلى الله عليه وسلم قال قوم أمانوا بي ولم يروني ولم يقل ولم أراهم نعرفهم أن الصلاة بينهم ومن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة فعلاقة حضرة النبي بيهم في الدنيا إيه اللي حاصل ما بتنتيش بانتقال حضرة النبي إلى الحياة البرزخية فقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا ورد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام عليه يعرف أنه لما يسلم على حضرة النبي لم يكون في ديء ساعتها عنا أفهمه إجرائيا إزاي حضرة النبي بقى معاه في حياته لما راجل قال لحضرة النبي أجعل لك صلاتي كلها قال إذن كفيت همك ووقيت فابني يعرف إزاي يخرج من الهم بالصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نعلم من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناش وحدنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على كل خير فيسمع كلام حضرة النبي ما من خير إلا ودلالتكم عليه فيعرف أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان مرشده وكان بيهديه إلى سواء السبيل فحضرته كمان هو دليلنا ولذلك علمنا أن الله أرحم علينا من الأم بوالدها فسيدنا عمر بن الخطاب قال قدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا بمرأة من السبي تسعى إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم شوف في التقاط المشهد أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها وعلمنا أن الله سبحانه وتعالى يحب الرفق فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطى على ما سواه وعلمنا أن الله جميل وأن يحب الجمال علمنا العبودية لله سبحانه وتعالى فلا أكونوا عبدا شكورة فكل ده ينفي عن أولادنا حاجة مهمة جدا اتربى الأولاد عليهم وهو ده اللي خلف بينهم وبين الله نفور لأنهم ما عرفوش الله من عن طريق حضرة النبي فتربوا كثير من أولادنا على وهم الإله المتربص فطلع بقى كثير من أولادنا حتى وهم صغيرين هو ربنا بيعمل معنا كده ليه لكن لو تربوا على حنان ربنا وحب ربنا عن طريق الرحمة المهدى ما كانش كبه وسنل ده حضرة النبي علمنا إزاي نعيش مع الناس نقول لأولادنا كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الحب يسري في قلب كل من يتعامل معه فكان لا يرى إلا متبسما سيدنا أنس بن مالك يقول كان إذا لقيه أحد أحد من الصحاب فقام قام معه صلى الله عليه وسلم فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه يفضل لما يجي حد يكون معاه ويمشي يوصله وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده يعني يسلم إليه ومسك إديه ناوله إياه اديه إديه فلم ينزع يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه يا سلام على جمال حضرة النبي وإذا لقي أحدا من أصحابه فتناول أذنه ناوله إياه يعني أعد الكل ثم لم ينزع حتى يكون الرجل هو الذي ينزعه عنه ايه جمال ده لما أولادنا يتعلموا ده يتعلموا أن بنت صغيرة من فتيات المدينة صغيرة أخذت بيد رسول الله ثم طافت به في المدينة لحد ما ثابت يد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لها حضرة النبي هل رضيتي يعني خلاص كده مبسوطة تقول له رضيت وشوف كده الطفل الصغير يقول له يا أبا عمير ولد من ربي عصفور كده فحضرة النبي يشقر عليه ويتطمن عليه لغاية ما مات العصفور فيقول له يا أبا عمير ما فعلن نغير فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا علمنا أنماط من الحب عجيبة كان يهتم بأدق تفاصيل أصحابه لما علم أولادي أن حضرة النبي من شدة حبه لأصحابه أنه كان عارف صوت نعلى أصحابه فبيقول لي سيدنا بلال ماذا تفعل يا بلال فقد سمعت خشخشة عليك في الجنة فرسول الله عارف نعلى أصحابه ويقول ما حدش لي ده أبا أصحابي خلوا بيني وبين أصحابي فلما لقي ابني وحبيبي متعلق بأصحابه ما بتديش أشوه له أصحابه عشان نحافظ عليه حتى مع المخطئين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم احنا مش محتاجين نكلم أولادنا عن مين كان بيتكلم على القبول عن قبول الآخر نعلمهم بس حضرة النبي كان بيقول إيه على الشخص اللي جاي مجلود في الخمر فييجي واحد يقول ما زالت نفسه تتقلب عليه حتى يأتي فيجلت كالكلب فيقول له اتق الله فإنه ما زال يحب الله ورسول فلا تكون عونا للشيطان على أخيك ده خد بقفة منع للتنمر قبول العاصي كلام كتير حلو ممكن ربي أولادنا عليه إزاي بقى نحيا الحياة وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الأمل وحب الحياة فعلمنا أن اللي بيعيش الحياة لا يطلب النهاية لها أبدا بل يطلب الحياة الجديدة دائما وأبدا فقال عليه الصلاة والسلام إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها حضرة النبي علمنا أن الإنسان القوي مش اللي بيصارع ولكن الإنسان القوي هو اللي عنده رسوخ في الحياة علموا أولادكم كل ده وتعالوا أقول لكم شوات حاجات كده لسرعة تتمشي في الإطار ده وإحنا نبتدي بعد كده إن احنا نتكلم عنده كتير لقينوا أولادكم إن حسن الأخلاق ده هو أكتر حاجة ممكن تخليهم عايشين براحة في الحياة وكمان قلولهم كمان إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحب اللي بيصلى عليه عشان بيبقى معاه علموا أولادكم إن هم يعودوا من حضرة النبي كتير وعلموا أولادكم كمان إن حضرة النبي بيقعد جنبه الشخص المؤدب تعلموا أولادكم إن الأدب يخليهم جنب حضرة النبي يا سادة صفحتنا على الفيسبوك صفحة بالنمج ولا تعسروا هي صفحة اللي بيننا دايماً بتبقى جسر موصول بيننا وبتفضل الصفحة دي تفتح لنا أبواب الإقبال على الله وصلوا على الرسول الله اللي احنا في ضيافته أصلحنا صلينا على حضرة النبي فحضرة النبي حاضر معنا السلام عليك يا رسول الله معنا السيدة محمد هتبقى معنا ومع حضرة النبي تفضلي يا محمد ايوة 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 استزعمر اتفضلي يا حاجة محمد ايوة استزعمر أن نقول لك أنا من سهاج أحسن ناس ونستناك كل عصر أنا ست كبيرة ما نعرفش حاجة هنستناك ونقعد ما نسمعك والله والله ربنا يجبر بخطرك وطيب خطرك كل عصر نتخليكم يا عايزة نوصلك لي يا سنة طيب يا حاجة قولي لي يا حاجة أمو محمد قولي لي قولي لي أساعد حضرك إزاي وربنا يبارك لك زي ما ادخلت السرور على قلبي كده عايزة يديك الصحة يا رب طول عمرك ربنا يخليك إلي ويحفظك ويزيدك نور وبركة وحفظ وانت طيب يا حبيب أنا والله كل عصر هنستناك بس ما نعرفش شاي خليتهم اتصلوا لي وجمعوك لي النهار دا ربنا يحفظك أنا عايزة أممكن أطلب منك طلب يا حاجة محمد أيها حبيب عشان أنا من زمان عشان أنا من زمان من زمان أنا كبير في السن شوية يا حاجة محمد من زمان يعني ما سمعتش دعوة أمي فممكن تدعيلي يا حاجة ربنا يقول عمرك يا أمو يسترها معاك يا حبيبي بنا يحفظك ويخليكي ليه يا رب وربنا يحفظك ونصلي الفجر حاضر ونعمل كل الخير يا رب ربنا يحفظك يا رب يا حبيبي ونخاف من ربنا حتى وانا ماشي أخايف ربنا يتخفيش ويديك الصح يا رب يتخفيش ربنا يحفظك يا حاجة محمد ويزيدك نور وبركة وفضل ونعمل سؤال معي تاني تفضلي نعمل الخير والخير يروح أقالب علي أقولك حاجة أقولك حاجة يا حاجة محمد أيها حبيبي في ناس كده ربنا سبحانه وتعالى عايز يديهم الرزق على قدر على قدر وسع عطائه سبحانه وتعالى فكأنه يعني يغار عليهم أن حد يكفئهم عشان ياخدوا السواب كله الله سبحانه وتعالى يخلي الناس لا تشكر لهم هذا وده يظهر في كلام حضرت النبي أني لا أعطي الرجل وغيره وأحبه إليه خشة أن يكبه في النار ده ربنا بيدخل لك للخير كله إحنا لما بنعمل الأخلاق الحسنة بنعمل الأخلاق الحسنة وبننظر إلى وجه الكريم فقالونا أنتوا ليه مش منتظرين حاجة من الناس قال انشغالنا بجمال رب الناس شغلنا عما في يد الناس مش عايزين حاجة من حد وعشان كده حاجة من محمد ما تزعليش الله سبحانه وتعالى يعطي عطاء من لا يخشى الفقه ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب إن شاء الله ربنا يوسع عليك ويكرمك يا محمد يا حاجة من محمد يعني يومي ربنا يحفظك ويزيدك نور وبركة حاجة من محمد أستاذة هاجر تتفضل عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يا عز حضرتك ويزيدك نور وبركة ربنا يخذيك لو سمحنا أنا عايزة أتألت سؤال بس يمكن أنك مستغربت بس سؤال شوية لا يعني مش هستغرب إن شاء الله أنا بس حضرتك أنا معي رهب وصوف من المو أو مع بعض المو يعني الواحد لما دفت القبره طبعا هو بمتائل لحياة البرد أنا عايزة أعرف نظمنا الزي نظمنا الزي نظمنا الزي نظمنا الزي ونساء الله من ربنا يأفع عنا ويقومنا بالجنة الجنة طبعا ربنا كرمنا بحاجات حلوية وكل نعم حلوية يعني يمكن دايما دماغي في تروح إن احنا هنبقى عاملين الزي حاضر حاضر wait hashtag هذه الأستاذة هاجر قلصة يا استاذة هاجر كلامك والله كل كلام معتبر وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيبي وهو أمي عشان هذا كلام معتبر نعم بالعكس لحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس مندان نفسه وعمل إلى مبعد الموت فكلامك عن هو ايه اللي هيكون في القبر وايه اللي هيكون في الجنة كلام معتبر ومحترم هي المشكلة في الحقيقة إن جيه ناس ربكونا ربكونا إزاي خلوا كل اللي في القبر عذاب طيب وإحنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شفعنا وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا إن القبور تكون روضة من رياض الجنة واحد طول حياته في الزكر وطول حياته في الرضا إن شاء الله يحسن ظنه في الله إن ربنا سبحانه وتعالى ينعمه في القبر إنتي عايزة تقولي بقى هو القبر دوت إيه الأحكام اللي بتجري فيه وإيه اللي بيحصل فيه إن شاء الله نتكلم في حلقة إن شاء الله حلقات كاملة نتكلم في الكلام عن القبر وإزاي يكون دوت حافز لنا في الحياة التي نعيش وهو إزاي تكون كمان الجنة معنا محفز لنا في الحياة قبل طلبها في الآخرة إحنا بس عايزة أقولك إن القبر ده محل أوسع بكتير من مكان القبر المحل دوت بيتسع أو بيضيق بإرادة الله سبحانه وتعالى وقدراته يعني القبور عالم تاني له قانون غير قانون المساحة التي نعيشه ولذلك هناك من ينعمون في القبر أهل الصدق وأهل الإخلاص وأهل الإقبال على الله سبحانه وتعالى وأهل حسن الظن بالله ولذلك أكتر حاجة ممكن نعملها هو إننا أعمل وأنا محسن ظني بالله يبقى عندنا توازن نعمل الخيرات ونحسن ظننا بالله فرحنا في القبور تنعم رحنا في القبور تنعم يبقى إلا حاصد سنتنعم في القبور إن شاء الله لأن الأعمال الصالحة تدفع عن أصحابها مساوئ العيش التي قد يجده الإنسان بعد الموت ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحسن الظن فيه أنا عند ظني عبدي فيه ولذلك إلا حاصد سنحسن العمل ونحسن الظن في الله سبحانه وتعالى ومره إن شاء الله بناء على رغبة حضرتك إن شاء الله نتكلم في هلاقات مفصلة عن الكلام عن القبور والكلام كمان عن يوم الآخر لأن ده هو شيء مهم جدا جدا وهذه معاني في حياتنا لابد أن تفعل في حياتنا لكن أن يفضل تفعيل هذه أشياء في حياتنا مبني على الرهبة ومنبني على تربص الله بنا هذا ليس صحيحا القبور الكلام عن الحياة البرزخية والكلام عن الحياة الآخرة احفظي ده الكلام عن الحياة البرزخية والحياة الآخرة للتحفيز العبد للإقبال على الله مش الرعب من الله واضح يا أستاذ هجر وإن شاء الله نتكلم بالتفصيل في بيان ذلك أستاذ محمد يتفضل أستاذ محمد أنا أقول دي آآ يعني مريض يعني كبر السن بقى حضرتك نعم وأنا المسؤول عن رعايته كاملة متكاملة من الألف إلى الياء نعم آآ فدلوقتي حضرتك كان حلت المبلغة عبانا شوية وليه أخي تاني حلته مطيب بدا والدي أنا بأبدل معاش كل شهر طي بيقول لي إيه أخذ مبلغ معين دي ولادك دي لك إنت كل شهر تأخذوا ليك إنت طي لي أنا بس طي أنا حدرت أنا معطرد معاني أنا حسن دي قرار يعني بيقول لي بص يا سيد محمد أول حاجة أني والدك مرض والدك لا يعني الحجر عليه بدل والدك بكامل إرادته وبكامل أهليته فهذا المال الذي عنده يجوز أن يتصرف فيه كيفما شاء مدام هو ليس محجورا عليه بما أنه هو كامل الأهلية وكامل الملكية لهذا الراتب لأن الراتب ده بإسمه مش بإسمه حد تاني فله أن يتصرف فيه كيفما شاء طبعا نعمل إيه في حديث النعمان بن بشير اللي هو سووا بين أولادكم في العطية سووا بين أولادكم في العطية ده على سبيل الندب مش على سبيل الوجوب فإذا أعطاك وأبوك شيء فأعطاءه ليك صحيح وجائز لأن سيدنا أبوك ميز السيدة عائشة وأعطاها شيئا من أعطاها جزيزا من النخل وبكده ما كانش يرتكب الحرام ولكن هناك كمان في ميزة هنا يعني باتفاق الفقهاء والدك الذي يفعله دوت صحيح لأن في ميزة نوعية أنت اللي بتقوم على رعاية والدك فأعطاءه لك هذا جائز وليس فيه شبهة حرمة واضح يا سيد محمد ربنا يبرك لك ويجعلك دائما بارا بوالدك بوالدك إن شاء الله أستاذ محمد من الشرق ايه؟ اتفضل أستاذك أستاذ محمد عليكم عليكم أستاذ محمد ومعركاته سيدي عملي يا شيخ فضل ونعم الحمد لله والله أنا كنت أعزل بسأل حضرتك بسأل أندي أعزك جامد يعني أحبك جامد ربنا يعني الله يعزك شيخ محترم يعني بنسأل من كلامك كده بنستوعب اللي أنت بتقوله لنا ربنا يحفظك بلوقت يا شيخ أنا أفتح محل وعندك المحل وشغال عاد بس ماجي مثلا نروح البيت بيجي لي أبدا كده يا شيخ على سدري آه أبدا أبدا جامد على سدري كده متجاوز من كم سنة أنا متجاوز بقال 12 سنة للوقت عندك كم من الأولاد عندي ولدين وبنت يبقى ثلاثة يعني آه عندي ثلاثة أبدا طيب يا سيد بس بيجي لي أبدا كده يا شيخ وبصلي هل الأبدا دي كان بتجيلك قبل الجواز قبل الجواز كان بتجي لي عني حاجة بسيطة قبل الجواز حاجة بسيطة خاط طيب يا سيدي انت في الغالب في الغالب انت بتحس ان انت ما عندكش سند وتايما لوحدك وبتخاف ان انت آه تمام مش كده برضو تمام تمام بص يا سيد محمد المسألة دي ما لهاش دعوة خالص بالبيت هي ليها دعوة بما يتعلق بصمودك النفس ودوة برضو مش هنقدر نقوله دوة متعلق ان الواحد ضعيف في الإيمان لا احنا عايزين نقدم شكل واضح للي حاصل لحضرتك اللي حاصل لحضرتك هو احساسك بالوحدة واحساسك بان محدش فهمك وان محدش بيساعدك انا هسألك سؤال الا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير ربنا معاك حبيبي انت لو خصصت نفسك قبل ما تدخل البيت انا اقول لك وصفتين قبل ما تدخل البيت اول حاجة تحمد الله سبحانه وتعالى انه رزقك وجعل عندك بيت وعندك اولاد فانت وداخل البيت تحمد الله سبحانه وتعالى على الاقل عشر مرات الامر التاني لما تجي تدخل البيت سلم على نفسك وسلم على الملائكة وسلم على ربك فسلم على اهل البيت السلام عليكم اهل الدار ثم سلم على الملائكة التي ينزلون اليك بالرحمات ثم ارسل السلام الى السلام الى الله سبحانه وتعالى طيب ده بعد ما تدخل اول ما تيجي تقعد مع اولادك او اول ما تقابل زوجتك صلوا على رسول الله سبحانه وتعالى على الاقل اربع مرات او عشر مرات لما تعمل ده كل الافضل اللي هتكون في صدرك هتروح فان شاء الله ربنا يكرمك ويفتح عليك ويزيدك نور وبركة يا سيدي طب انا بقولك كده ليه لان الرسول الله سبحانه وتعالى قال له الصحابي اجعل لك صلاتي كلها قال اذا كفيت همك ووقيت فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك ويزيح عنك سيد محمد نعم امت الله تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا جيدا والله انا بكلم حضرتك وانا كمان اهلا وسهلا بحضرتك كيفان الله يخليك بالله عليك ان ليس وقالين بسرعة اقوله معشان ما خدش واق طيب تفضل اول سؤال انا عايشتي مع الزوجي خمسة وعشرين سنة طيب اه جيه في اخر سنة حصلت مشاكل ما بيننا يا رب ما يكون اتجاوز عليك ما هو حضرتك بعد ما حصلت مشاكلك في حياة وحد يعني وطلقني وانا ما كنتش عايزة كم الاسأل سؤال هو ازاي في حياة وحد ازاي في حياة وحد وهو كان رجل متدين يعني وبعدين حضرتك يعني حب يرجع تاني ليا تاني بس ما كانش معايا رجعني في المهمة واخوه الله وانا اللي لقى انت الشهادة وانا كنت بحضرها حتى الملاد بيغسله طيب يعني انت يعني هو هو انتقل الرافيخ الاعلى وانت مش مراته ما تخفيش يعني ما يعني انت لو عايزة لو عايزة تبقي زوجته في الجنة ما تخفيش ان شاء الله ايوة يعني نمسكهم معا في الجنة لانا لانا وطيب حفظه جدا هتكوني ان شاء الله بس أم حياة وعايز كان هو عايز يرجع لك ولا لا عشان بس طيب وعبس ربنا مش هيخصله في الجنة لهم يشعون فيه فهو لازم يكون يعني هو عايز يعني ايوة لا هو كان عايز والله طيب خلاص اطمئني وطيب خاطركم ما تخفيش السؤال التاني عندي ابني عنده عشرين سنة اه سلام بيدربني وبيشتامي لا حاول اخوتي عفوا على وشتي اعوذ بالله وانا غزل وانا غزلتي مع المرحلة ان انا مشيت ابني البيت لانه بيزيني سؤال اهو مدمن هو بيشرب ايوة طيب فأنا دلوقتي علي خايفة من ربنا لانه هو بينا في الشارع كيف ربنا يا حاسبني علي وفي نفس الوقت كيف اجيبه لانه بيعمل طيب هو بيعمل كده عشان ياخد منك فلوس عشان البلاء اللي بيشربه ده لا هو هو كان نفسه انا اللي اموت ووالده هو اللي يعيش من بعد والده كرهني اكتر بس هو سؤالي دلوقتي كان بياخد الفلوس من ابوه يعني ايوة كان بياخد من والده يبقى هو كان كان هو عايزه يفضل عشان ياخد الفلوس منه ويجيبي الهباب اللي هو بيشربه ده ايوة طيب انت بقى بتسألي بتقولي هل هو هل أنا كده غلطانة في ايوة اول حاجة لازم نعرف درجة الادمان انا في رأيي ان انت تتصرفي وتوديه مكان لعلاج الادمان لانه وفي الحقيقة هو ده اضطراب نفسي يعني هو بيعاني من الاضطراب النفسي بس انا رأيي رأيي يعني ان ما تسيبهوش في الشارع وما يفضلش عايش معاك شايف المعادلة شكلها ايه ما تسيبهوش في الشارع لانه كده هو يضيع وفي نفس الوقت ما تسيبهوش معاك ليه لانه هيضيعك لانه واضح انه هو لما يوصل للمرحلة دي من الاضطراب النفسي انه هيضرابك احنا ما نضمنش بقاءه معاك ممكن توصله لايه لانه التربات النفسية ما بنعرف لقاش حدود يبقى الحل ببساطة خالص وبيوس خدي ودي ما صح وهو ده الحل هو ده الحل بكل وضوح هو في مرحلة خطرة فان شاء الله ربنا يعينك ويساعدك على انك انت تعملي ده وده واجب لان قوله صلى الله عليه وسلم تداوى وعباد الله في الحالة اللي زي دي الدواء بالنسبة له واجب انه التداوى بالنسبة له واجب عشان عايضيها طيب فان شاء الله ربنا يعينك وتفعلي ده ان شاء الله السيدة محمد تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا شيخ عمر نعمة الحمد لله كل سيئة وانت طيبة يا محمد وحضرتك طيبة الله يسلم السيدة محمد ممكن بس بعد ازنى حضرتك ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمتي وطيته يا شيخ عمر وطيته دلوقتي يا شيخ عمر نالي طلب عند حضرتك اتفضلي انا دلوقتي ابني مريد ربنا ايدي اجماع له بان تمام العجل وعافية ومرض مزمن طيب عاجز عن الحركة وعن الشغل وعن كل شيء طيب نعم وعنده كارد يا شيخ عمر في بنك القاهرة طيب من 2001 weasen وحنا البنك مستكينة وعليق احنا ازون احنا اتكلم احنا احنا اتكلم حاجة محمد احنا ازون يتكلمنا ممكن يكون يتكلمنا من يومين أو من ثلاثة وأنا أشرت إلى حضرتك ممكن تعملي إيه صح؟ يا دكتور عمري أنا الجمعيات دين نسا ألافية وواخد كل حاجة أقولهم تعالوا شفونا تعالوا زرونا تعالوا شفو حلنا تعالوا شفو حلنا ما حد تسا ألافية اسمعيني بس يا محمد أصلي هي المسألة هو ده دلوقتي بقى المنفذ الطبيعي دلوقتي للتعامل مع أكثر الحالات احتياجا وخاصة كمان مع مبادرات كبيرة زي مبادرة التحالف الوطني الجمعيات الأهلية بقيت المسألة أوسع بكتير فأنا رأيي أن أنت تتواصل مع التحالف الوطني لأن دوت مدى عمله أكبر وعمل العمل بتاعه بقى أوسع والتركيز على الناس الأكثر احتياجا أنت من الناس الأكثر احتياجا فأنت ده المحل اللي أنت عتعمليه لأن أنا برضو عايز أقول لكم حاجة لأن ده شيء ممكن يحصل فيه استدامة احنا محتاجين حاجة فيها استدامة عشان ما ترجعش المسألة بتاعت حضرتك تتعقد مرة تانية فأنا رأيي أن هي دي الحاجات اللي ممكن تساعد حضرتك بشكل حقيقي ده وجهة نظري وده اللي أنا شايفه لكن إن حد يعمل حاجة مرة وبعدين ما يقدرش يعملها مرة لأنهما كمان عندهم شكل تنمول المسألة يعني مش مهم إن ابن حضرتك بس يتم مساعدته في تسليل ديونه لكن كمان مهم إن احنا كمان ننمي قدراته عشان يقدر كمان هو دوت فعلا الحاجة اللي احنا ممكن نحيل عليها عشان توصلنا لأفضل طريقة لدعم الشخص الذي لديه أزمة في إدارة قدراته وإدارة استثماراته فرأيي أنا الشخصي إن هذا الأمر بموجود النظرة التنموية بده هو أفضل مكان ممكن نروح له هو أفضل مكان ممكن كمان نكون في حل بحيث إن احنا ما يحصلش أي مشكلات في المستقبل يا سادة بقول لكم بقول لنفسي مفيش سبيل لجمال حياتنا ونور حياتنا ورحمة حياتنا وإن احنا نعيش الحياة الحقيقية غير لما نروح مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أكبر استثمار أنا عارف إن كتير منكم بيستغملوا مصطلح ده أنا بستسمع في أولادي أكتر استثمار ممكن تستثمره في أولادك إنك تعلمه بحب رسول الله أكتر استثمار هو إن أنت تستثمر في مصدر الأنوار في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم استثمار إن أنت تستثمر مع الباب الذي يفتح لك على حضرة الغفار أكتر استثمار إن أنت تشوف ابنك بيحب حضرة النبي واعد مع حضرة المختار هو ده أعظم استثمار هذا ليس كلام لمجلس وأنفط هذا كلام يعلم ابنك كيف حياته تمضي في النور لأنها ستكون مع الحبيب الذي هو معدن النور والذي هو بابنا للسعادة والهنى والرحمة والجمال والسرور هو حضرته صلى الله عليه وسلم حضرة النور اللهم صلي وسلم وبارك وتمم على كامل النور حبيب النور صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا معه دائما يا ودود يا رحيم يا غفور